تكبد مربوة دواجن بولاية اسكيكدا خسائر مادية فادحة في الأسابيع الآخرة بسبب الانهيار اللامسبوق لأسعار الدجاج بالسوق المحلية مقابل الارتفاع الفاحش لأسعار العلف والمضادات الحيوية بالنسبة للدواء الجينارا هو غالي الواحد يبيع القوطة يلقىها يصور شيء خليلي العلف راه غالي زايد القنطار بخمسمائة الف تبن راه يدير لطول الوقت هذا لا يدير خمسة وخمسين الف الفلوس تسع الاف تسع الاف الفلوس كاريته وانت راك تبيع الكيلو بربع عطاش الف هذا رب بلاي الموت بلاي دواء غالي توفر المناخ الجيد لطربية الدواجن بمناطق غربي ولاية اسكيكدا ادى لتسجيل اقبال كبير من طرف الشباب على الاستثمار في هذا المجال لكن غياب التنظيم وجه لبعض المربين بقواعد العملية يهدد الصحة العمومية تربية الدواجن في المناطق الساحلية تعرف تطورا كبيرا خصوصا فيما يخص البويت البلاستيكية يعودوا يشرجوا ليزونغار في مقت واحد يقول لي يزيد السوق يهبط كونجات السلطات والوزارة الواصية تتحكم في الميدان هذا وتسعر تسقف الاسعار تسقف الاسعار انتع الدواجن وتسقف الاعلاف وتسقف جميع مستلزمات تربية الدواجن يعني بالطبع يكون هناك فائد ويكون عندنا قابلية التصدير اللافت ايضا ان مناطق غربي اسكيكدا تساهم بنحو 70% من منتوج الدواجن بالولاية لكنها تفتقر لمدبح متخصص الامر الذي يزيد من متاعب وخسائر المربين